ننتقل للمثال الثاني اللي هو يقول evaluate تكامل double integral للدالة التي تحتوي على متغيرين X و Y إذا علمت أنه الدالة هي 40 minus 2XY والرجم الطلاب X هي أكبر وتساوي واحد وأزهر وتساوي ثلاثة والY حدودها هي أكبر وتساوي ثلاثة وأزهر وتساوي أربعة طلاب هنا نأتي double integral F of X X و Y هنا سأخذ حدود التكامل سأكامل بالبداية بالنسبة للX النوب يكامل بالنسبة للY خذ حدود الY قارجة النوب حدود الX نزل الدالة DXDY يعني بالبداية سأكامل للX النوب أكامل الY يعني هنا طلاب لازم ان تتراعي الترتيب يعني بالحل مثلا نتخلي الY حدود التكامل هذه الDY نكون بالأخير و حدود الDX داخلية تكامل بالنسبة للX يعني مو تخلي الY لازم تتراعي الترتيب فهيسا رح يكامل بالنسبة للX نخلي الDX بالبداية نخلي الثاني يعني الثاني علامة التكامل نخلي حدود الX و نخلي الDX هي ملاسقة للدالة و نخلي حدود التكامل الخارجية للY و نخلي الY خارجية الثاني سوف يكامل الX ال40 طلاب سوف يكون هذا الجزء من كاملة بالنسبة للX سوف يكون X تربيع على 22 سوف يكون X تربيع Y سوف يعوض هنا طلاب قيم الX الX يكون X تربيع سوف يقوم الDX سوف يكون X تربيع الثاني الثاني سوف يكون X تربيع الثاني سوف يكون X تربيع سوف يعوض بالنسبة للY سوف يعوض حدود لا تعويض مباشرة و نخرج الناتج الثاني الثاني سوف يحل نفس المثال لكن يقلب بالعكس سوف يكامل بالنسبة للY و يكامل بالنسبة للX سوف يجعل العلامة يطلع حدود تكامل للX و يجعل الDX خارجية و يجعل حدود تكامل داخلية و يجعل الDY داخلية لتواسع مع الDunnet كامل بالنسبة للX بالنسبة للX و عوض التقبل والعرف وجعلها said بالنسبة للY و عوض وجعلنا هذه الدالة سوف يكاملها بالنسبة للX و nett Heb يعني إذًاgun account بال كامل نفس أيضا نخدم يعني double integral as a volume يعني double integral عندما نعمل معاملة الحجوم وكالحجوم هنا انا يقول افرض انه دالة زيت هي f of e x y يعني بيها متغيرين دالة اسمها زيت بيها متغيره x y is positive function over the rectangular region هي تكون موجبة على rectangular region r in the plane او باتجاه او بالمستوى x y يعني two dimension فالvolume طلاب هو double integral دالة زيت في dA ثم ارى انطلاب dx dy هي عبارة عن مساحة ما في الشريحة ناخده dx dy من نضرب البعد ثالث ستصبح عندنا volume فالتكامل من اي الابي تكامل من cd وهذا dx مثل dy في الفنكشن هو عبارة عينة volume نانا الكلار مثال عدني ثم بساعة قناة نصبح عدد صحة لتجمع الترجم pc ايضا واربعة ماينس x ماينس 1 ونقوم به مجمع هذه مجمع هذه الهوامة ايضا اللي هي الاكس اكبر اوت تساوي صفور وزر اوت تساوي واحد و الواهي اكبر او تساوي صفور و ازغر او تساوي ثلاث هنا طلاب لدينا هذا هو القانون الVolume هذا طلاب القانون هذا الطلاب نكتب هنا بالحل الVolume العبار عن double integral للدالة دي اي و راح نانا يخلي حدود تكامل منتل واي خارجيا فلوه التكامل الداخلية يضرب الدالة لxdy هسه هنا طلاب راح بالبداية يكامل بالنسبة لx هاي اربعة راح تصير اربعة اكس اكس تربية راح تصير اكس تربية على ثمين هاي بالنسبة لقاعدة كامل للx والy سيصير y اكس راح يعوض عدود تكامل مالتل اكس و قد يوى y حدود تكامل بره مالتل واي موجودة مرة ما كمل طلاب اعوض راح تطلع لنا هاي الدالة هسه نكاملها بالنسبة لل y راح يكامل بحسر لنا اربعة y نصف y وهنا نصف y تربية على ثمين فهي جمع من طلاب يعني جمع الرقم اربعة نقص نصف هو سبعة على ثمين راح يكاملها بالنسبة لل y و يعوض فهذا يصبح لنا الحجم هو خمسة يوم هنا طلاب راح يعيد الحل بس شنو بهذا الموضوع بهذا الحل الثاني راح يعيد الحل هو بالبداية كامل بالنسبة لل x راح يعيده يكامل بالنسبة لل y بقيم الثلاغ فهنا نحله المساذ راح يكامل بالنسبة لل y نوع بالX راح يترا ترتيب راح يكامل بالنسبة لل Y و عوض القيم صفت النهاية الدالة ثمانية سها 8 ثمانية 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 يسها لأن أيضا ناتج نفس الناتج بالحل الأول والذي هو خمسة يونيت تكعب لأنه حجم لازم نضربها تكعب طلاب إنساء الثاني evaluate دابل إنتاجره 4x في exponential 2y با وهذه هي الريجم طلاب وهذه هي حدود ال-x وهذه هي حدود ال-y أنا وطلاب رح يكامل بالبداية بالنسبة ال-y النوبي كامل بالنسبة الطلاب كامل بالنسبة ال-x الآن سينا وطلاب هاي عدني التكامل بالنسبة ال-y بشي سيعدني الطلاب هنا رح يكامل بالنسبة ال-y ال-y هو نفسه طلاب تبقى رح يصير عدنا إثنيا x exponential 2y هذا تكامل هى طلاب ورح يعود قيم هنا طلاب عود قيم ال-x طبعتنا هاي الدالة وهذه هي كاملة بالنسبة ال-x الدالة هاي عدنا حتى هاي عدنا ورح يجي جي كاملة بالنسبة ال-x طلاب ورح تطلع عدنا هاي تكامل الدالة بالنسبة ال-x بشي سرعنا 2x بشي سرعنا x تربية طبع ال-y ويطلع ناتي طلاب هو 2x exponential تربية خلال ناس واحد نحن نطلع بحصل المسال الأخير find integral bounded بالجد التكامل الذي محدد بهذه الدالة Z هي X تربية On the region X ساوى 2 Y ساوى 3 X ساوى 1 Y ساوى 0 نحن نطلع بحصل نحن نطلع ببوليوم ساوى double integral Z نجد حدود التكامل لذلك دالة مالتنا X ساوى 3 على 3 يعود قيم X بالنسبة ل X بالبداية كامل نجد يكامل بالنسبة ل Y ويعود قيم Y ويطلع عندنا الناتج طلاب عندنا هذا المثال هو evaluate طلاب من منطق السؤال هنا اذا شوفون double integral يعني هو بالسؤال مضطيق double integral مضطيق حدود التكامل ومضطيق هاي بالبداية هي هي حدود التكامل بالنسبة ل Y وهي حدود التكامل بالنسبة ل X من 0 إلى Y ليش لأنه بالبداية كاتب DX DY فال DX لأنه تكون هنا فهي هاي حدود التكامل مالتها وال DY تكون هاي حدود التكامل مالتها مع مراعاة الترتيب العليم فهذا طلاب نجي انحل نجي انحل هذا المثال أول شي راح نكامل بالنسبة ل X هنا طلاب راح يجي كامل بالنسبة ل X خلي عدود تكامل مالتها ل X مثل ما تعرفون طلاب تكامل الساين X هي minus cos X وتكامل بالنسبة ل X وتكامل ال cos Y هذا اعتبر ثابت فقط يجي X يعني لان احنا جاي نكامل بالنسبة ل X وهي الدالة هي Y cos Y فنعتبرها constant لنفرض يعني عدد ثابت أو رمز K أو نمبر ثابت فيصير X cos Y وبعدين نجي طلاب نعوض حدود التكامل بالنسبة ل X اللي هي من صفر البي تطلع النهاية الدالة بالصيغة النهاية هسه نجي طلاب هاي عوض بيها الصفر انه هاي رح يعوض بيها العفو العوض بيها البي وهاي رح يعوض بيها 0 فتطلع النهاية الدالة النهاية هسه رح نجي نكامل بالنسبة ال Y طلاب اثنين Y رح يصير اثنين يصير اثنين Y باي كوسين Y رح يصير عندنا باي ساين Y تكامل الكوسين Y هو ساين Y هنا طلاب هسه رح نعوض حدود التكامل الخاصة بالY اللي هي باي الى 2 باي تعويض مباشر هنا طلاب رح تطلع النتيجة هي 2 باي هنا انا نفس الحل طلاب نفس الحل لكن رح يكامل DY البداية يكامل بالنسبة ال Y بعدين يكامل بالنسبة ال X لازم يطلع عندنا نفس الناتج طلاب لازم يطلع نفس الناتج ليهو ايضاً 2 باي هنا طلاب كامل بالنسبة ال Y هذا ساين X رح يصير Y ساين X يعني نعتبر هذا كونستين يعني نكامل بالنسبة ال Y نخلي الى Y والكوسين Y هي ساين Y رح نعوض تطلع عندنا هاي الدال اللي يطلع هسا نكاملها بالنسبة ال X فرح يصير عندنا minus باي البي ينزل وتكامل الساين X هو minus كوسين Y فيطلع عندنا الناتج 2 باي نجيل طلاب لهذا المثال هذا موجود المثال حالينا بالمحاضرة السابقة مكرر في صفحة خمسة فرح نجيل هذا المثال طلاب هنا هنا double integral حدود التكامل بالنسبة ال X من 0 2 Y وحدود التكامل بالنسبة ال D Y او ال Y هي من 0 الاثنية فهنا طلاب رح نجي نكامل بالنسبة ال X هاي هي الدال لكلها Y فرح يصير X exponential Y تربيع رح نعوض رح يطلع عندنا طلاب بعض التعويض هنا طلاب شنو حدود التكامل مات ال X من 0 2 Y فتطلع النهاية الدالة بعد ما نعوض بالنسبة ال X هاي الدالة طلاب رح نشتق نكاملها بالنسبة ال Y فهنا طلاب مشتقمات الأسمة الإكسبانيشن 2 Y متوفرة لهاية 2 Y فإذا رح يصير التكامل هو exponential Y تربيع يعني توفرة المشتقة ينزل نفس الإكسبانيشن هذا هو التكامل ونعوض عنها تضطينا النتيجة النهائية هسا طلاب نجي للنوع الثاني من ال region double integral over non rectangular region إحنا مثل ما تعرفون بالمحاضرة الأولى إنو قلنا أكو region rectangular region لل R قلنا على يعني integral على منطقة rectangular مستطيلة وقلنا أكو تكامل على non rectangular region على منطقة غير غير مستطيلة وقلنا بالمحاضرة السابقة إنه أكو بال polar coordinate يعني التكامل مع polar coordinate هو يعتبر non rectangular region وقلنا إحنا مغضينها بحساب المساحات بال polar coordinate هاي تعتبر هاي تعتبر أيضا non rectangular region وعدنا هنا هسا هاي non rectangular region وعدنا بال Cartesian اللي رح ناخذه اللي هي نوعين وعدنا بال polar اللي أخذناها كنا فهنا هسا بال over non rectangular region رح ناخذ بس بالنظام الكارتزيان اللي هو ال x وال y وأكو double integral على non rectangular region بال polar coordinate ما رح نطرق له بهذا الفصل اللي ناخذناه بال أخذناه بال الفصل polar coordinate إذن طلب هسا احنا بالمحاضرة السابقة أخذنا التكامل على منطقة rectangular region وقلنا يعطينا الحدود هي ال x وال y وهسا اليوم رح ناخذ double integral على منطقة غير non rectangular region يعني على منطقة فهذا شوفون طلاب هنا هذا أول حدود التكامل بالنسبة al y هي care إذا شوفون هنا حدود التكامل بالنسبة al y هي عبارة عن دالة y ساوينا j2x1 وال y هاي j1x1 يعني عبارة عن دالة بينما بالنسبة al x حدود التكامل هي ثابتة من أي إلى b فهسا طلاب رح ناخذ non rectangular region نقلنا هي بالcartesian اللي هسا رح ناخذه بهذا الفصل وأكو أيضا double integral over non rectangular region بال baller coordinate هي بس هاي شنو ما رح نطرق إليها لأن احنا خلناها فصل baller coordinate هسا طلاب رح ناخذ تكامل على non rectangular region في هذا التكامل للمنطقة الغير مستطيلة يوجد نوعين طلاب أولا type 1 region في هذا النوع من التكاملات يكون حدود التكامل بالنسبة al x ثوابت اللي هي a و b شوفوا طلاب حدود التكامل بالنسبة لل x axis ثوابت هي a و b أما بالنسبة لمحور ال y هاي طلاب محور ال y هاي الكير في هذا الخط وهذا الخط أما بالنسبة لحدود التكامل بالنسبة لمحوره فتكون عبارة عن دوال تعتمد على المتغير x شوفوا طلاب هنا y فتكون فتكون حدود التكامل بالنسبة لل y هي d و c ثوابت هنا طلاب حدود التكامل بالنسبة بالنسبة al y رح تنقوله بعض المسألة هنا بالنسبة al y هي ثوابت بينما بالنسبة al x هي متغيرات يعتمد على al x أما بالنسبة للمتغير x فتكون حدود التكامل تعتمد على دالة تعتمد على al y طلاب هنا هنا رحش يسرعد نلعفونا هنا تصحيح طلاب هنا هنا y هذه x تساوي h2 هذه تصحيح وهو y فهنا طلاب x هي تساوي h1 y وال x الثانية هي تساوي h2 y وحسن حدود x هي أصغر أو تساوي h1 للدالة اللي تعتمد على المتغير y وأصغر أو تساوي الدالة الثانية وهي حدود التكامل بالنسبة al x بينما حدود التكامل بالنسبة al y ثابتة أصغر أو تساوي c و أعفو أكبر أو تساوي c وأصغر أو تساوي y هنا بالy يحددنا الحدود الثابتة فهنا رح يكون هذا القانون هو التكامل رح يصير dx dy y أول شي رح نكامل بالنسبة لل x اللي هي ويعتمد على دوال حدوده هي عبارة عن دوال تعتمد على ال y بعدين نكامل بالنسبة لل y اللي هي حدوده ثوابت الطلاب هنا هسرح يجينا هذا مثال يوضحنا الحل evaluate هذا double integral طلاب هاي الدالة da over the region هنا نطان ال region اللي شي يقول يقول x هي ثوابت أصغر أو تساوي 1 و العفو أكبر أو تساوي 1 وأصغر أو تساوي minus 1 وأصغر أو تساوي 1 وال y هنا شوفوا طلاب قال هي أصغر أو تساوي x ربيع إذن ال y شنو هي حدوده هنا دالة تعتمد على متغير اللي هو ال x إذن هاي الدالة شنو قبل أنا رح أعرف أنه هاي تكامل على منطقة نر تانجولر ليش؟ لأن ال y حدوده يعتمد على دالة الدالة هي شنو x ربيع ال y هنا إذن هو أكبر أو يساوي x ربيع أو أصغر أو يساوي 1 إذن هنا عدي تكامل double integral على منطقة non-rentangular region ليش؟ لأن في هالحالة ال x ثوابت وال y مو ثوابت ال y تعتمد على دالة اللي هي أكبر أو تساوي x ربيع وأصغر أو تساوي 1 ممكن تجي طرف واحد ال y تعتمد وممكن الطرفين ممكن هاي x ربيع ممكن هاي البدل ال 1 تكون x تكعيب أو x أو x أو تجي بس طرف واحد هو يعتمد على دالة حد واحد فهنا طلاب إحنا حافظين القانون ال y هي تعتمد على دالة يعني ال x ثابت ال y تعتمد هاي الحالة عندنا فنحفظ هذا القانون رح نخلي رح قبر رح يصير بما أنه ال y تعتمد عليه رح تكون ال d y d x هذا نحفظ القانون هذا نحفظه إذا كانت ال y تعتمد عليه دوال تعتمد على ال x وهذا القانون نحفظه إذا كانت ال x تعتمد على دالة تعتمد على ال-Y يعني كل حد ال-X أو ال-Y إذا كان يعتمد على الدوال هو راح أول واحد إن كاملة شوفوا طلاب هنا خلى أول واحد بما أنه ال-Y تعتمد فراح ال-D-Y هي أول واحدة راح تتكامل بعدين نكامل بالنسبة ل-X فهنانا راح يكامل طلاب نكامل هاي الدالة بالنسبة ل-Y راح يصير لنا Y-X تربيع Y-X تربيع خلى Y لأنه كامل بالنسبة ل-Y D-Y وهنانا يسعد لنا Y يتكامل تكعيب على ثلاثة 1 على ثلاثة Y تكعيب كامل نسبة هسا نعوض طلاب نعوض اللي 1 هنا راح نعوض عن كل Y واحد كل Y واحد ناقص نعوض عن كل Y ب-X تربيع تطلع أنه هاي الدالة للطلاب العفو هاي الدالة هي طلاب لل-D-X هسا راح نكامل بالنسبة لل-X ال-X تربيع راح يصير X ثلاثة على ثلاثة واحد على ثلاثة راح يصير X ناقص ينزل ناقص X-X4 راح يصير X-X5 على أربعة هذا الناقص يدخل هنا طلاب يصير مو جماز وهنانا X-X6 راح يصير X-X7 على واحد وعشرين 6 فيه ثلاثة 6 فيه ثلاثة عفو 7 فيه ثلاثة مو راح ما كاملنا ونعوض عن قيمة ال-X اللي هي هو ثوابت من-1 الواحد فتطلع أنه هاي القيمة هي لل-Double Integral على منطقة Non-Rectangular Region بها ال-X ثوابت وال-Y تعتمد على دالة حدودها هي تعتمد على دالة تعتمد على على المتغير X